اشتركوا في القناة المجلس الاعلى للبيئة دكتور بداية نرحب بك وهل لك ان تطلعنا على اهمية القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه واصداره من قبل جلالة الملك المفدى بشأن البيئة وايضا اهم اهدافه المستحدثة ومحتواه من مواضيع ايضا بسم الله الرحمن الرحيم في البداية رحب فيك وجميع المشاهدين اتقدم طبعا بالشكر الجزيل لمولاي حضرة صاحب الجلالة على اصداره القانون وهذا القانون ما هو لثمرة لجهود سيدي سمو العهد من خلال اللجنة التنسقية التي امنت ان الاحناك لازم يكون فيه تحديث لقانون البيئة وليواكب العصر اللي احنا موجودين فيه اليوم ان العيش في متغيرات كثيرة ونمو اقتصادي فبذلك لازم يكون عندنا كذلك قانون يواكب هذه النمو والتطور طبعا من اهم اهداف القانون هو حماية الموارد البيئية ومصادرها ومواردنا الطبيعية ومنع كذلك التلوذ في اي مناطق من مناطق البحرين هذه هي اهم الاهداف اللي موجودة عندنا في ذي القانون القانون طبعا يحتوي على ابواب كثيرة يكلون من ثمانة ابواب وامل وخمسة وعشرين مادة ولكن كلها جوانب جديدة ما تطرغ لها القانون اللي كان موجود في السابق وبذلك بعد طبعا هو ثمرت جهود يمكن خمس سنوات في العمل مع مجلس النواب ومجلس الشورى وقدرنا نخرج بالقانون اللي موجود اليوم ونتطلع أنه يقدم الأفضل للمملكة البحرين نعم إذن سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ ورئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم